عقدت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضر موت تعزيز الحكم المحلي وبناء السلام الشامل في اليمن بالمكلة اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة محمد عبدالله الحامد لتقييم عمل اللجنة منذ تأسيسها واستعرضت اللجنة الجهود المبذولة منذ انطلاق أعمالها وأبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة في مختلف القطاعات واللقاءات والأنشطة المنفذة والتدخلات التي أسهمت في حلحلة العديد من المشكلات بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وتنسيق عمل مشاريع الوكالة الألمانية وبحثت اللجنة عددا من الجوانب والأنشطة المقترحة لتعزيز أداء وتطوير عملها